تشهد العلاقات بين مصر وصربيا تطورا ملحوظا وهو معاكست زيارات رفيعة المستوى بين البلدين تمتد العلاقات التاريخية بين البلدين عبر أكثر من قرن مما أثمر تعاونا بناء بين الجانبين علاقات تاريخية تجمع مصر وصربيا وتمتد عبر أكثر من مئة عام شهدت خلالها مسيرة تعاون بناء ومثمر بين الجانبين سواء على المستوى الثنائي أو الدولي العلاقة بين القاهرة وبالجراد أحد أبرز ملامحها هو الشراق البلدين في تأسيس حرقة عدم الحياز في ستينيات القرن الماضي انطلاقا من كون العاصمتين قوتين إقليميتين فاعليتين في محيطهما إبان فترة حكم الرئيسين جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو رئيس يغوزلافيا سابقا وفي المرحلة الحالية ترتبط القيادتان السياسيتان في مصر وصربيا بعلاقات متميزة وهو معاكسته اللقاءات رفيعة المستوى حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الصربي تيتو موسلاف نيكوليتش عدة مرات في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك أعوام 2014 و2015 و2017 العلاقات السياسية بين البلدين آخذ في الازدياد منذ سنوات في العديد من المجالات الأمر الذي يعزز من محيطهم في أفريقيا من جهة وأوروبا من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر